إذا انتهى من قضاء الحاجة يجب عليها أن يطهر المكان إما بالماء أو باستعمال المناديل الحجارة القماشة الأخشاب مثلا استعمال الماء واضح أما استعمال المناديل له شروط لابد أن تكون طاهرا لنجيسا ولا تكون محترما يعني لا يستطيع مثلا أن يتطهر بأوراق القرآن أو كتب العلم ولا يمكن أن يتطهر بطعام الإنس أو طعام الجن أو طعام دواب الإنس أو طعام دواب الجن لا يمس ذكر بأمينه يستعمل اليد اليسرى لابد أقل شيء يستعمل ثلاث مناديل أو أحجار يعني لا يستطيع أن يستعمل المناديل واحد أكثر من مرة لأن المرة الأولى يكون المناديل طاهرا المرة الثانية يصبح نجيسا إذا حصلت الطاهرا بمناديل ثلاثا يعني رجع المنديل جاف ليس فيه أثر بولو والا غايت اكتفى بثلاثا إذا رجع المنديل المسحة الثالثة ليس فيه أثر بولو والا غايت هذا معنى أنه حصلت الطاهرا لكن إذا رجع فيه أثر بولو والغايت لا بود يزيد الرابع الخامس الساعة حتى ينقطع ويطهر المكان أو seja, se não encontrar nenhum efeito de sujidade no papel então deve usar o lenço três vezes mas se encontrar algum tipo de impureza então deve aumentar quatro, cinco, seis vezes o lenço de papel que deve utilizar e depois deve também limpar o local نعم, إذا طهر المكان أو seja, quando o local estiver limpo اكتفى وإلا يزيد é suficiente isso aumentar حتى يتحقق طهارة المكان até que tenha certeza que o local está seguramente limpo